أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية بدورتنا ضمن هذا الدرس سنحدث عن شيء اسمه المعين أو بالتركي اسمه إشكينار دورتغين أو بالإنجليزي اسمه رومبوس شو هو المعين؟ المعين هو عبارة عن متوازي أضلع متوازي أضلع جميع أضلعه متساوية جميع أضلعه متساوية يعني هي الضلع تساوي هي الضلع تساوي هي الضلع وأيضا تساوي هاي الضلع طبعا كونه متوازع الضلع فكل زاويتين متقابلتين متساويتين وأيضا الأقطار بتكون متناصفة ومنصفة للزوايا هذا القطر بيكون منصف للزاوية هاي ومنصف للزاوية هاي وطبعا هذا القطر أيضا بيكون منصف لهاي الزاوية ومنصف لهاي الزاوية طبعاً بتكون الأقطار متناصفة وأيضاً بتكون متعامدة هيك ما نكون حكينا كل الخواص المعين خنونا نشوف أمثلة على هالأمور هاي نجي للمثال الأول شو بيقول كونه هاد عبارة عن متوازي أطلاع هو هيك آيلي آيلي إنه هاد عبارة عن يعني معين هاد عبارة عن معين فالأقطار بتكون منصفة والزوايا بتكون متقابلة متساوية يعني إذا هاي خمسة وخمسين أيضاً هاي خمسة وخمسين وهاي خمسة وخمسين وهاي خمسة وخمسين يعني هاي كلها بهالحالة شو صارت مية وعشرة فهاي الزاوية بتكون مكملة إلا كونه هاد معين بالتالي هو متوازي أطلاع يعني هاي بتكون سبعين فالبتة هاي بتكون خمسة وثلاثين وهاي البتة بتكون خمسة وثلاثين كونه القطر بنصف للزاوية بإسمها إلى قسمين متساوية شوف مثال تاني طبعاً كونه هاد عبارة عن إشكينار دورتغين بالتالي هو متوازي أطلاع أيضاً بياخد خواص متوازي الأطلاع فالأقطار متناصفة يعني هاد النصف بيكون يساوي هاد النصف أيضاً من هاته هون صار عندي مثلث متساوي الساقين هي ألفة بالتالي هي أيضاً بتكون ألفة هي الزاوية بتكون خمسة وسبعين وهي الزاوية أيضاً بتكون خمسة وسبعين لأنه مجموع زاوية المثلاث 180 درجة مثال آخر هاد عبارة عن إشكينار دورتغين يعني معين بالتالي هاي كلها بتكون سبطعش طبعاً هاي بيها الحالة الضلع بتكون سبطعش لأنه معين جميع أطلاعهم متساوية هلا هون صار عندي ثمانية سبطعش بالتالي الاكس بتكون خمسة عشر لأنه صار عندي هون مسلس قائم شهير 8-15-17 مثال ثاني عنا هاي ضلع 4 جزر 2 معناتا أيضا هاي ضلع بتكون 4 جزر 2 هاي 4 وهاي 4 جزر 2 معناتا هاي أيضا بتكون 4 حسن في ساويس معناتا هذا مسلس قائم متساوي الساقين فالألفة بتكون في 45 درجة مثال ثاني عنا هاي زاوية ألفة وبالتالي هاي الزاوية أيضا تكون ألفة بس ننتبه لشغلة انه ازا سميت هاي الزاوية X بالتالي هاي بتكون X لأنه حاطط لي شحطة بشحطة معناتا هاي كلها بتكون 2X فلاحظ ما هي هلا من هذا المسلس مجموع زوايا المسلس 180 درجة يعني 3X بتكون تساوي 180 ماعس 144 السمتعة الثلاثة بيعطينا X الواحدة 12 معناتا هاي الX بتكون 12 وهي بتكون 24 وهي بتكون 12 بالتالي هاي كلها بتكون 2X كون القطر منصف بالمعين هاي 2X معناتا أيضا هاي 2X يعني الX الواحدة 12 معناتا هاي بتكون 24 بالتالي الزاوية كدسات 24 يعني 48 فالالفة بتكون مكملة إلى يعني 180 ماعس 48 فالجواب بيكون 132 مثال تاني طبعا كونه هادا عبارة عن فالقطر بيكون عبارة عن منصف فهلا عنا هاي نحنا كلها 6K بالتالي هاي كلها بتكون أيضا 6K ليش؟ لأنو هادا معين جميع اقطارهم متساوية هاي اللي شحطين بشحطين معناتا هاي بتكون 3K وهي بتكون 3K هلا بطبق نظرية المنصف الداخلي هون 2K على 3K يساوي 3 على X إذا انطبقت نظرية المنصف الداخلي ضمن هادا المسلس تروح الK مع الK معناتا الـ X بتكون 9 2 يعني 4 ونص مثال تاني هلا إذا اجيت وصلت الـ D مع الـ B كونه هادا عبارة عن معين هو هيك آي اللي فبالتالي هادا بيكون منصف للزاوية عندنا هاي X معناتا هاي 6 نائس X بتكون فهلا بطبق نظرية المنصف الداخلي بقول 5 على X تساوي 10 على 6 نائس X العشرة مع الخمسة بتروح بيصف عندي 2 يعني 2X يساوي 6 نائس X معناتا 3X يساوي 6 بالتالي الـ X بتكون 6 على 3 يعني 2 إذا ما ننسى أنه نحن أقطار المعين متعامدة فطالما هادا عبارة عن معين فهي الزاوية بتكون قائمة لأنه الأقطار متعامدة هون صار عندي مثلث قائم شهير 6 8 بالتالي هاي 10 مناتا الـ X أيضا بتكون 10 إذا الأقطار متعامدة في المعين لذلك هون عندي ارتفاع في المثلث القائم مربع طول الارتفاع يساوي جداء الشقفتين هادون نظرية بمثلث القائم 4 9 يعني 36 مناتا قيمة الـ H بتكون 6 مثال آخر عنا الأقطار متعامدة بالمعين مناتا هاي زاوية قائمة هذا ارتفاع متعلق بالوتر فمربع طول الضلق القائمة X يساوي الشقفة من جهتها بالوتر ككل الوتر ككل 9 لذلك الجواب بيكون 36 اللي هي الـ X مربع بالتالي الـ X بتكون 6 مثال آخر عنا هون إذا جينا رسمنا مصف قطر يعني ما كملنا القطر كله فهذا بيكون شي طبيعي قائم طبعا الأقطار متناصفة ومتعامدة طبعا طالما الأقطار متناصفة هاي كلها 8 يعني مناتا هاي الشقفة أربعة وهي الشقفة أربعة إذا هاي الشقفة بتكون أربعة وهي الشقفة كلها أربعة مناتا هاي الشقفة بتكون واحد هلا حسب هذا ارتفاع متعلق بالوتر بالمثلث قائم فمربع طول الضلع القائمة X يساوي الشقفة من جهتها بالوتر ككل يعني 20 مناتا الـ X بتكون 2 جزر الخمسة مثال آخر عنا الأقطار متناصفة بالمعين يعني طالما هاي 3 جزر الخمسة مناتا هاي أيضا 3 جزر الخمسة هو بده مساحة ABCD المعين ككل فأنا بكفي نحسب مساحة هاد وأضربه بأربعة حسب خواص متوازل أطلع طيب هاد كيف دي حسب مساحته فيني أنا أحسب هاي الشقفة هاي مثلا ولتكون A هنفطرت فمربع طول الضلع القائمة 3 جزر الخمسة يساوي الشقفة من جهتها بالوتر ككل يعني هون بيصير معنا 9 ضرب 5 5 يساوي 3 بأي زائي 3 9 ضرب 5 خمسة وعبعين مناتا A زائي 3 خمسة عشر بالتالي الأي بتكون قديش؟ 12 إذا طلعت مناها هي الأي 12 هلا بقيان حسب مثلا طول الارتفاع طول الارتفاع مباشرة هيكون 6 لأنه هو 12 ضرب 3 جزرة بيكون 6 لذلك مساحة هذا المثلث بتكون مص ضرب الارتفاع 6 بالقايدة اللي هي 15 يعني 45 هلا الـ 45 بضربها بـ 4 لأنه مساحة هذا المثلث تساوي مساحة هات تساوي مساحة هات تساوي مساحة هات تساوي مساحة هات فطور اضربها بـ 4 بيطلع معي 180 مساحة المعين ككل المثالي اللي بعده أو المثال الأخير طالما هي 6 بالتالي أيضا هي بتكون 6 طيب هو بدل X فخليني حسب هاي الشقفة هأفرضها لهي الشقفة A فمربع طول طبعا هي الزاوية شو؟ هاي زاوية قائمة لأنه هاد عبانة عن معين وأقطار المعين متعامدة فمربع طول الضلع 6 يعني 36 يساوي في الشقفة من جهتها بالوتر ككل ما أنتا بستنتج أنه 4 زاوية A يساوي التسعة بالتالي A يساوي التسعة ناقص أربعة يعني خمسة إذا انطرت هاي الأي خمسة هلأ الأكس بتكون مربع طول الضلع القائمة X يساوي الشقفة من جهتها بالوتر ككل معناتها الأكس بتكون جزر التسعة ثلاثة والخمسة ما بتنجزر إذاك بيكون جواب ثلاثة جزر الخمسة